ناضور sẽ بقى سيدي عام 2013 يعني نعان 16 الإنزل وغنيت نفعل حجوم في الغرض نفعل حجوم القراب 17 أو 8 نعا نير بعد حجوم الوحش أما الحديث الآغنيت في قيمة القراب وجد ساحبوش ثنايا ثلاثا أولئك نهارا مزوارو تفن 40 يودان تفن 15 عشرة أولا قبل نقبرة مرحبا محابرة مرحبات السيد العشواء توقنت على فنجر 15 عشرة ونجعل الوحش نحن نصفه بصيفة نهائية هذه النهاره لأدونا قد اتفعلها نحن نحن نصفه هذه النهاره نحن نبدا بره الساعة نحن نبدا بره الساعة تقريبا لواحدة و 35 دقيق نحن نبدا وحدة مباشتة 200 غرام نحن نتجوج ويج بلا فائدة ماذا؟ نقوم بره الساعة لن تنطفه نحن نعود بقبال الموز قبل الموز قبل الموز نحن نقوم بقبال الموز نحن نرأ بقبال الموز لا تنطفه من طاعت فلك قوم بإنحمة ونقوم بإطلاق بالنسبة للصيد العشوائي موجود وهذا الناس المسؤولين على هذا الشيء والأعيان دي لأخوه ما كيراقبوش ما عليك نشوفوهم بعينينا ولكن احنا ما عناش حق باش ريضة ولا يقولوا لهم ولكن اللي يمثلين الناس بالجمعية دي للصيد وهادي ما عندهم غرض ربو ما يسيبوه صاحبه ولا صديق دياله ما عنده غرض ولا حتى هو كيدير معها نفس الطريقة ولا ما لعب هاد الاحجل كيبشي قبل الوقت ديال الصيد من المناسبة ديال الصيد هاد الاحجل كيبشي هوا احنا بمني كتجير وكتصيد دوره إلا جيت نضرب لك حساب ديال اللعاب كامل ولا ما كنجيبوهوش حجلات ما كنجيبوه بسبعينة كعنا ما تشوفهم لكن ما كتشوفوه يعني وش خصوصا هاد السنة ولا حتى السنة الماضية حتى السنة الماضية كان شوية العمو مولا كن هاد السنة لا مش فنال الاحجل حتى نشعل الجريح تعد عياه ونطروعه على الدار الصباط مكتع حتى الناس اللي سبحوه مبقوش يقرجون الاحجل بسبعينة ها هو السيدة هاده جاهد النهار ببسي قال لك ما نمشي جاهل مجي بتاع سباطي مجي بتاع ساحجة ونجي مروعه مجي مروعه مجي مروعه وقد فعه امتك تحدي فنال غيابه من فمجي مروعه هاد الغياب ديال الحجل هاد النقص ديال الوحش في الغازل هاد النقص ديال المسلولي نشغل الكلام فلنبت جفاءه شميّا كما سناد شكرا